التحالف الديمقراطي اسم جديد لجبهة سياسية معارضة في تركيا تحت مضلتها أحزاب يسارية وديمقراطية يوحدها النضال من أجل تعزيز الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساوى وبدعوة من حزب الشعوب الديمقراطي تعقد أولى جلساتها بهدف العمل المشترك للتغلب على الصعوبات التي يواجهها العمل الديمقراطي في ظل حكم العدلة وتنمية في تركيا جرى القضاء على المؤسسات الديمقراطية وتعرض الناشطون والسياسيون للتهديد وبهدف تعزيز جبهة النضال السياسي كان لابد من اتفاق الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية وتعمل من أجل السلام والمساوات هدفنا واضح وسنعمل لتحقيقه وهو حماية الحريات والدفاع عن حقوق المتهدين التحول والتغيير هو شعار الذي رفعه المجتمعون مع التشديد في أول اجتماع لهم على النضال المشترك لتعزيز الجبهة الداخلية للقوى الديمقراطية في مقابل التحديات الجسيمة التي يواجهها العمل الديمقراطي في تركيا استقطابات سياسية لا شك في أنها ستترك طبيعات ملموسة على خريطة التحالفات السياسية في البلاد لا شك أن التحالف الجديد سيكون لفصدا في الأروقة السياسية لكنه لن يكون بديلا عن تحالف أوسع للمعارضة هو موجود أصلا وأعتقد أن التحالف الجديد هدفه تذليل العقبات أمام حزب الشعوب الديمقراطية لدخول البرلمان تحالف حزب الشعوب الديمقراطي مع ثمانية من أحزاب اليسار والقوى الديمقراطية يعزز مكانته السياسية ويعد تحديا واضحا لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي حاول حشر الحزب في زاوية ضيقة يقول مراقبون كما يسرع من وطيرة التحالفات السياسية التي تهدف إلى تحقيق فوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تقول آخر استطلاعات الرأي أن شعبية الرئيس أردوغان تتراجع بسبب أزمات معيشية واقتصادية تعصف بالبلاد لكنه يبقى المسيطرة على الأوضاع في ظل وجود معارضة تفتقر إلى رؤية واضحة تقدم البديل محمود واسق استنبول الميادين